بعد أيام من الاضطرابات وعمال العنف قال رئيس جنوب أفريقيا أنه لن يسمح باتساع رقعة الفوضى والاضطرابات وفق وصفه وأضف إلى ذلك أن أجهات تورطت في التحريض على العنف والفوضى أدت إلى مقتل 212 شخصاً وإصابة 2000 في غضون أسبوع مع تسجيل خسائر اقتصادية تجاوزت 15 مليار دولار في خطوة غير مسبوقة سلم الرئيس الجنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه للسلطات لتنفيذ حكم عليه بالسجن في التاسع من يوليو ما أحدث انقساماً بالبلاد اندلعت على إثرها أعمال شغب احتجاجاً على اعتقال زوما في مقاطعتي كوزولو نتال وخوتينج بجنوب أفريقيا والتان تضمان غالبية مؤيديها صباحة الاحتجاجات توقفت موانئ الحاويات في ريتشارلز باي وديربان عن العمل وتعرضت حاويات في ميناء ديربان للنهب كما أغلق الطريق السريع الذي يربط ميناء ديربان بجوهنسبورغ في 12 يوليو ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات وأعمال العنف إلى 72 قتيلاً وسط استمرار أعمال النهب في جنوب أفريقيا مع خروج الأوضاع عن السيطرة أعلن أهالي المدن المتوترة في 14 يوليو تشكيل لجان أمنية محلية لحماية ممتلكاتهم ومحلهم ومراكز التسوق لم يتمكن المدنيون من الصمود أمام تفشي الاحتجاجات التي رفقتها أعمال نهب وعنف ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 217 قتيلاً ما دفع الحكومة في 15 يوليو إلى إرسال تعزيزات عسكرية ونشر الجيش وفي اليوم التالي أعلن رئيس سريال راماووسا أنه لن يسمح بتمدد الفوضى وأعمال العنف في البلاد فيما أعلنت الحكومة ارتفاع عدد الضحايا إلى 212 على الرغم من تراجع حدة الاجتباكات وأعمال العنف اشتركوا في القناة